الجمعة في ذمتكم فاستمروا على صلاة الجمعة ولو مات الصدر الصدر مهدد؟ الصدر دوما يشعر أنه مهدد ولأن رمزية التيار الصدري متلخصة بشخصه فمن الطبيعي أن يقلق والتيارات التي تبنى على رمزية الشخص هي تيارات مجازفة وتيارات خطيرة طبعا هو دوما لديه هيئة استشارية فألا يحترم رأيها ويتأثر برأيها بقدر كبير جدا ولكن تبقى رمزية الصدر كبيرة جدا لذلك هو يعتقد أن لحمة التيار الصدري هي بقاء للنفس الوطني العراقي الذي يمكن أن يخلق موازنه مع القوى الأخرى الحزبية أو المسلحة التي ربما لديها أجنداتها الخاصة فالتيار الصدري والسيد المقتل الصدر ينظر أنه هو عامل توازن في التوازن الوطني وهو في ذات الوقت هو الرمز الذي يمكن أن يكون مهددا إذا ما تمادى الآخر زين سيد رمضان ليش ما تقول أن الصدري يحاول إيجاد منفذ للرجوع إلى السياسة أو إلى نافذة السياسة مجددا له لم يغادرها أصلا يعني اعتزال الدور في الحكومة لا يعني الاعتزال عن السياسة يعني كلنا لم نمارس أدوار حكومية أنا شخصيا عملت في العراق مؤسسات دولية كثيرة ولكن لم أخذ منصب واحد في الحكومة العراقية ولكنه بقيت أمارس السياسة من الـ 91 إلى اليوم بلا توقف فالممارسة السياسة والدور السياسي والتأثير في السياسة لا يعني أنك تكون جزء من الحكومة ولكنك تكون جزء من معادرات إدارة البلد والتوازنات التي فيه فالسيد الصدر هو جزء وسيبقى جزء من المعادرة السياسية سيبقى هل سيعود؟ مؤكدا هذا يتوقف أيضا على الشارع والنظم الانتخابية هم يحاولون بناء نظم انتخابية تقلل من فرص جنيه للأصوات هذه هي المحاولة الفنية التي تريد تقسيم الصدر ولكنه باق وسيعود هو يؤمن أن هذه التجربة التي خاض بها الإطار ستفشل وبالتالي ينتظر كيف يتم التعاون مع هذا الفشل هل سيكون شعبيا قانونيا سياسيا هذا ما لم نعرفه بعد لأن نوع الفشل ومظاهر الفشل لم نراها بعد طبعا الإطار إذا فشل فيتحمل هذه المسؤولية الإطار اختار طريق المحاصصة من جديد رغم أن 80% من العراقيين قاطعوا هذا النهج في الانتخابات الكرد والسنة قاطعوا هذا النهج الشيعة نصفهم قاطعوا هذا النهج ولكن الإطار أصر أن يشكل حكومه على هذا النهج فسحلوا من مجال الصدر قلهم يا بحاية لكم الساحة وهي البرلمانية الله فسحلوا من مجال الصدر وبالتالي لا نريد من الإطار أن نسمع من الإطار أن هذه آخر فرص العراق لا هذه آخر فرصكم أنتم دعاة المحاصصة ليست آخر فرص العراق وليست آخر فرصنا هذه آخر فرصكم أنتم فإن فشلتم تتحملون مسؤوليتها كاملة بكل معاني اشتركوا في القناة